يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مش قادر أسكت مش قادر أفوت مش قادر أقول إن هو يوم وخلص ما إحنا ياما سهرنا أيام وليالي نتحدث عن مشاكل وآزمات وسلوك مش جيد وآزمات بدون داعي في مصر وبر مصر واتكلمنا على لعبة الزمالك اتكلمنا على لعبة الأهلي وإنت لعيب كبير كنت المفروض تعمل كده وإنت لعيب شاب كنت المفروض تعمل كده وبنقعد نطول قوي في الكلام ده ولما بنشوف حاجات حلوة بتعدي لا مش هتعدي المرة دي مش هتعدي اللي حصل مبارح في مباراة الأهلي والزمالك ما ينفعش أبدا يعدي ماهده النموذج اللي احنا المفروض نمسك فيه بأيدينا وسناننا ونقول يا جماعة اتفرجوا على لعبة النادي الأهلي ولعبة نادي الزمالك بيعملوا ايه اتفرجوا على الروح الرياضية شوف كده إمام عشور وورايح يحضن وليد سليمان شوف كده أليو ديانجا وهو مستني ياخد التيشرت بتاع شيكبالا شوف لما محمد شريف بيحضن شيكبالا بعد الهدف التاني للزمالك شوف الصور واللقطات بتاعت انبارح واضرب وقول تعظيم سلام لكل راجل في الملعب مصر انت بتلعب بتشيرت النادي الأهلي انت بتلعب بتشيرت نادي الزمالك دول أكبر ناديين في القارة أهم ناديين في مصر لما تلعب باسمهم وبالتشيرت بتاعهم تبقى إنسان بالنموذج ده عشان انت نموذج فانت يا ترى يا هل ترى عايز تبقى النموذج الجيد ولا النموذج الغير جيد اللي حصل انبارح كان النموذج الجيد الرائع المميز المميز فمارضتش عديها كده مارضتش واننور النور في بعض الناس بقى بعد المباراة بيوم كده الناس بقى تعرفين اللي هم بتوعسوش الميديا اللطاف أو بعضهم يعني يقول لك أصله دي يانجي كان مستنش كبالة عشان كان هيموت وياخد التيشرت